موسيقى خط قط نصافي 100% جميل جدا مناسب للأطفال بس هو رفعية شوية فأنا هستخدمه على فتلتين يعني خط متوسط وقبل رقم 3.5 مليمتر ولسه معايا من الخيط ده كمان لونين نبدأ بقى السلسلة بتاعتنا أنا هبتدي دلوقتي أشتغل سلسلة مجونا من أي عدد من السلاسل تكون بتقول 7 سنتي فأنا هنا هشتغل 16 سلسلة وطبعا طول السلسلة دي حاجة ترجع لكم ده الكامر بتاع الجيبة هنفوت السلسلة رقم 16 وهروح على طول على السلسلة اللي بعدها واشتغل أول غرزة حجو أنا دلوقتي هشتغل الكامر بتاع الجيبة بغرزة البليسية أو غرزة حجو في كل غرز الحجو طبعا أنا دلوقتي هيبقى معايا 15 سلسلة أكملهم غرزة حجو في كل سلسلة وهرجع لكم خلاص خلصت غرز الحجو عندي 15 غرزة حجو هبتدي أرتفع سلسلة أنا هشتغل غرزة البليسية عن طريق غرزة الحجو فأنا دلوقتي هبتدي على طول من أول غرزة حجو عندي اللي هي دي بنتجاهل السلسلة اللي ارتفعنا بيها ما نتلخبطش في النقطة دي نروح على طول على السلسلة اللي بعدها في الحلقة الخلفية من غرزة الحجو واشتغل غرزة حجو وعلى طول أروح على السلسلة اللي بعدها واشتغل غرزة حجو كل شغلي هنا في الحلقات الخلفية كل ما هرتفع دور هشتغل على الحلقة الخلفية أهو هشتغل غرزة حجو اللي اخبطة هنا بقى بالنسبة للمبتدئين أول وآخر غرزة حجو في السطر مش بتبقى واضحة شوية فممكن يتلخبطوا فاحنا لازم نبقى متأكدين من العدد وخلاص كده أنا خلصت السطر بتاعي كل غرز حجو في الحلقة الخلفية طبعا لسه الغرزة مشتبين دلوقتي شايفين آخر غرزة حجو عندي في السطر بندخل على الحلقة الخلفية ونشتغل برضو غرزة حجو طبعا لو حابين تتأكدوا من العدد بنعد عدد الغرز ونرتفع تاني سلسلة بنتجاهل السلسلة التي ارتفعنا بيها ونروح على أول غرزة حجو على طول بعدها في الحلقة الخلفية ونشتغل غرزة حجو والغرزة اللي بعدها برضو على الحلقة الخلفية وهكذا نمشي بكل الغرز اللي قدامنا دي على الحلقة الخلفية ونشتغل غرز حجو أنا هسيبكو دلوقتي وهروح ارتفع بالسطور بتاعتي بنفس الطريقة كده لحد ما هوصل للمقاس بتاع دوران الوسط بس نراعي ان عدد السطور اللي هنرتفع بيها يكون رقم يقبل الاسم على تمانية علشان الغرزة اللي هنشتغل وخلاص وصلت للمقاس اللي انا عايزاها شايفين غرزة البلسيب بنستخدمها طبعا علشان تخلي الجزء ده يبقى بيمط شوية بتحل محل القاستك وارتفعت تمانين سطر من غراز الحشو ده المقاس زي ما قلتلكو مقاس دوران الوسط هنقفل طبعا القطعة دي دلوقتي بخلي الجزئين يبقى قدام بعض بالشكل ده والجزء اللي قدامي هو الجزء اللي كنت باشتغل فيه دلوقتي والجزء اللي الناحية التانية بتاع سلسلة البداية من اخر غرزة حشوة انا اشتغلتها بدخل في الحلقة الامامية مش بارتفع ستسلة ولا حاجة بدخل على طول على الحلقة الامامية فقط واروح على طول على الطرف التاني طبعا عدد الغرز متساوي خمستاشر غرزة حشو ايه دي الغرزة رقم خمستاشر الناحية التانية بدخل تحت الغرزة وبياخد الخيط وبطلع من الحلقات كلها مرة واحدة وشد الخيط طبعا كويس في الاول لازم طبعا العدد يبقى مزبوط بدخل على الحلقة الامامية بالشكل ده واروح على الغرزة المقابلة ليها في الطرف التاني بدخل تحت الغرزة واخد الخيط وبطلع به من كل الحلقات الخيط اللي عندي ودي الحلقة اللي بعدها بدخل على الحلقة الامامية بس وعلى غرزة الحشو المقابلة ليها واخد الخيط واطلع من الحلقات كلها زي ما قلتلكم لازم نبقى متأكدين من العدد عندنا علشان طبعا عدد الغرزة يتساوى في الآخر ايدي الحلقة الامامية بس واروح على الغرزة المقابلة ليها واخد الخيط واطلع من الحلقات كلها انا هسيبكو دلوقتي وهخلص الجزء ده وهنا خلي الخيط مجدود الى حد ما علشان السطر اللي بنشتغله ده يبقى شبه بقية السطور اللي قبلها واللي بعدها هكمل وارجعلكم وخلاص انا خلصت السطر بتاعي اللي بقفل بيت طرفين على بعض اهو ده شكله هقفل بس اخر غرزتين عندي ايدي الغرزة رقم واحد بدخل على الحلقة الامامية وفي الطرف التاني برضو العدد مزبوط بقت عندي غرزة واحدة بس بدخل على الغرزة دي وباخد الخيط واطلع من الحلقات كلها شايفين ايدي الشكل عندنا السطور كلها شبه بعضها مفيش اي اختلاف تعالوا بقى دلوقتي نقسس سطر من غرز الحشو علشان نبتدي نشتغل الغرزة بتاعتنا برتفع سلسلة طبعا انا عندي تمانين سطر فوق كل سطر فقع على كل سطر بالشكل ده بشتغل غرزة حشو طبعا من المفضل ان انا اعلم اول غرزة حشو لان غرزة الحشو مش بتبقى باينة قوي وطبعا دي خطوة اختيارية لو مش عايزين تعلموها واضحة بالنسبة لكم خلاص المهم نبقى متأكدين من العدد بتاعنا واروح على طول على السطر اللي بعده اي بتبقى السطور يعني بتبقى طلعة ونزلة فانا باخد اعلى كل سطر على كل سطر بنفس الطريقة ارتفعت تمانين سطر يبقى انا مفروض اشتغل تمانين غرزة حشو بنفس الطريقة كده في اعلى كل سطر السطور على فكرة بتبقى واضحة جدا ما فيهاش اي لغبط هكمل وارجع لكم وخلاص كده خلصت غرز الحشو وفضل لاخر غرزة حشو على اخر سطر السطر رقم تمانين طبعا لازم نبقى متأكدين من العدد بتاعنا انا عديت الغرز بتاعتي هشيل بس الماركر علشان ابتدي اقفل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها اي دي اول غرزة حشو بقفل بغرزة منزلقة وكده نبتدي الغرزة بتاعتنا الغرزة بتاعتنا بتحتاج عدد من مضاعفات رقم تمانية انا هبدأ الغرزة بتاعتي هرتفع تلات سلاسل او الشكل ده وطبعا بعتبرهم عمود وفي نفس الغرزة باشتغل كمان عمود بلفة علشان اكون نص الصدفة وهنرجع تاني نكملها في اخر الدور بفوت سلسلة وكمان سلسلة واروح على السلسلة التالتة او على غرزة الحشو التالتة وهاشتغل عمود بلفة وفي الغرزة اللي بعدها على طول برضو عمود بلفة عمود بلفة واحد وكمان في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة بحيث ان انا اشتغل تلات عمودة بلفة متتالين طبعا بفوت سلسلتين قبلهم والصدفة هكملها دلوقتي لما هوصل لنهاية الدور ونرجع تاني نفوت سلسلة والسلسلة اللي بعدها واروح لسلسلة التالتة او غرزة الحشو التالتة واشتغل هنا بقى اشتغل صدفة كاملة عمود وكمان عمود في نفس السلسلة وسلسلتين وكمان عمودين في نفس السلسلة هي دي هتبقى الصدفة اللي هنشتغل بيها الغرزة بتاعتنا في القطعة كلها ومش هنغير هتفضل سبتة على الرقم ده عمودين سلسلتين عمودين ودي الشكل ونرجع تاني نفوت غرزة حشو وغرزة حشو ونروح لغرزة الحشو التالتة ونشتغل ثلاثة عمودة متتالية في الثلاث غرز المتتالين دول غرز الحشو ادي العمود التاني وادي العمود التالت ثلاثة عمودة متتالية على غرز الحشو وبقرر تاني بفوت غرزة حشو وكمان غرزة حشو واشتغل في الثلاثة يعني انا في كل مرة بفوت غرزتين حشو فقط واشتغل الصدفة عمودين سلسلتين وكمان عمودين في نفس الغرزة طبعا هي الغرزة سهلة جدا أنا دلوقتي أكمل بنفس الطريقة كده لحد ما هوصل للنص الصدفة اللي كان في البداية هادي غرز الحشو هشتغل عليها كلها الغرزة بتاعتنا وهوصل لأول غرزة ونقفلها مع بعض خلاص أنا خلصت الدور بتاعي هي الغرزة بسيطة جدا اتبقى عندي في النهاية سلسلتين بس وده اصطح علشان يبقى العدد مزبوط أنا عايز أوريكو بس شكل القطعة هاي شكل الغرزة طبعا هي لسه شكلها يبان أكتر دلوقتي بعد ما ارتفع بالأدوار بفوت طبعا السلسلتين دول آخر غرزتين حشو عندي علشان أكمل الصدفة هاي دي الصدفة اللي أنا اشتغلت فيها عمودين بس هكملهم طبعا أنا اللي فاضلي كده إن أنا اشتغل عمودين بلفة وسلسلتين آدي عمود وكمان عمود في نفس الغرزة وبعد كده سلسلتين واحد اتنين وهقفل الصدفة اللي عندي وارتفع للدور اللي بعده تالت سلسلة من أول ثلاث سلاسل اللي ارتفعت بيهم بقفل بغرزة منزلقة في السلسلة الثالثة اهو بالشكل ده تعالوا بقى نرتفع للدور اللي بعده نتأكد بس إن الغرز مظبوطة أنا دلوقتي هبتدي أرتفع تلت سلاسل واحد اتنين تلاتة دول كده عبارة عن عمود من الصدف اللي أنا هشتغلها وبروح على الفراغ علشان أشتغل العمود التاني أنا برضو هشتغل نص صدفة بس وهرجع أكملها تاني في نهاية الدور عمودين اهو بالشكل ده ومن غير سلاسل ولا أي حاجة دي الشكل بنشتغلها بالطريقة دي كده بالزبط من هنا هنبدأ التزايد بتاعنا شايفين التلاتة عمدة بروح على طول على أول عمود بشتغل عمود وفي العمود رقم اتنين أنا ببتدي التزايد بشتغل عمودين على نفس العمود ياخد بس كده طرف الخيط ده معي علشان أداريه تحت العمدة اهو في نفس العمود بدخل تحت حرف الفي واشتغل كمان عمود بلف اهو بالشكل ده واروح على العمود التالت اشتغل فوق عمود بلفة بس يبقى كده التلاتة عمدة بقوا أربعة عمدة واروح على طول على الصدفة من غير سلاسل ولا أي حاجة بشتغل عليها صدفة كاملة ادي العمود التاني وسلسلتين الفاصل كل ده جوه نفس الفراغ بتاع الصدفة هذه عمود والعمود التاني ناخد بالنا الصدفة ما فيهاش أي تزايد هي غرزة للشكل فقط التزايد عندي بيبقى من الأعمدة هروح أهو على الثلاثة عمدة العمود الأول باشتغل عليه عمود بلفة العمود التاني باشتغل عليه تزايد أشتغل عمودين هذه العمود وهذه العمود التاني واروح على العمود التالت أشتغل فوقه عمود بلفة واحد طبعا التزايد عندي هيبقى تدريجي والصدفة بنشتغل عليها صدفة زي ما هي عمودين سلسلتين عمودين وسلسلتين وكمان عمودين في نفس الفراغ أهو الشكل ده وبنمشي بنفس الطريقة من غير سلاسل آآ بنروح على طول على الأعمدة ونشتغل التزايد والصدفة نشتغلها زي ما هي أنا هكمل دلوقتي التزايد بتاعي الدور ده وهشتغل كمان تزايد وهرجع ولوك أنا عملت إيه خلصت الدور بتاعي واشتغلت تزايد كمان بعده أهو نشوف دلوقتي أنا عملت إيه في التزايد بتاعي أول دور عندنا اللي هو كان تلاتة عمدة جيت في الدور اللي بعده تزايدت في العمود رقم اثنين اشتغلت فوقه عمودين تزايد بقى اللي أنا عملته جيت في العمود رقم اثنين وتلاتة اللي هي الأعمدة اللي في الجزء اللي في المنتصف اشتغلت فوق كل عمود عمودين بقت مجموعة الأعمدة عندي ستة عمدة وقررت نفس الدور ده كمان مرة بس يعني فضلت ثبت على الستة عمدة لدورين اهو بالشكل ده ستة اعمدة في الدورين تزايدت في العمود رقم اتنين وتلاتة نكمل دلوقتي بقى الدور اللي بعده انا خلاص اشتغلت الصدفة فاضل السلسلتين بتوعي الا الصدفة بتوعي الفراغ وببتدي اقفل الصدفة في اول تلات سلاسل انا بارتفع بيهم اقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم تلاتة وخلاص على كده انا اوقف شغل باللون ده وهغير اللون للون تاني طبعا نفس خامة الخيط اللي انا بستخدماه هجيب المقص وقطع الخيط خلاص انا خلصت اللون اللي عندي هبدأ بقى لون جديد وعلى فكرة ممكن نبدأ من اي صدفة ايدي اللون اللي عندي نفس خامة الخيط اللي انا استخدمته خيط قطنه برضو على فتلتين بدخل جوه الفراغ بتاع الصدفة وابتدي اشتغل الصدفة الجديدة الدور ده على فكرة هيبقى فيه تزايد اصبت بس الخيط وارتفع تلت سلاسل وبعتبرهم اول عمود في الصدفة نشد طبعا اطرافي الخيط ودي العمود التاني هنشتغل برضو نص صدفة طبعا من المفضل ان الخيط يبقى فيه مسافة شوية علشان اخده تحت الورز اللي عندي طبعا انا عندي ستة اعمدة هنا التزايد عندي هيبقى في العمود رقم تلاتة واربعة اللي هما دول برضو فوق كل عمود هشتغل عمودين احنا عايزين طبعا التزايد بتاعنا هيبقى بالتدريج اخدوا القيود معايا بالراحة كده واشتغل اول عمود طبعا احنا اول وتاني عمود شغالين اعمدة عادية هذه العمود رقم اتنين واشد اطراف الخيوط كويس كده اروح بقى على العمود رقم تلاتة هبدأ منه تزايد باشتغل عمودين فوق نفس العمود هذه عمود ودي العمود التاني والعمود رقم اربعة برضو هشتغل عليه التزايد اهو بالشكل ده والعمود رقم خمسة وستة فوق كل عمود باشتغل عمود انا كده طبعا مجموعة الاعمدة عندي زاد انا كان عندي ستة اعمدة في الدور ده هيبقى عندي تمن اعمدة ادي العمود رقم ستة ونروح على طول على الصدفة ونشتغل صدفة عادية طبعا خلاص احنا عرفنا الطريقة الصدفة مش بنعمل فيها حاجة بنشتغل عليها صدفة تانية من غير اي زيادة تزايد عندنا في الاعمدة هكمل بنفس الطريقة كده سلسلتين ونكمل الصدفة ونشتغل الاعمدة على العمود رقم واحد بنشتغل عمود والعمود رقم اتنين بنشتغل عمود ونبتدي تزايد من العمود رقم تلاتة وكمان عمود وعلى العمود رقم اربعة بنشتغل العمودين فوق نفس العمود والعمود رقم خمسة وادي العمود رقم ستة طبعا انا عايزة اوصل لكم الخطوة بس انا دلوقتي هكمل ادي التزايد بتاعنا 8 اعمدة انا هسبكو دلوقتي بقى وهرتفع كذا دور واعتقد يعني ان انا مش هحتاج ان انا ازاود عن 8 اعمدة هفضل ماشي بنفس طريقة التزايد بس طبعا هرتفع بالاضوار وهغير في الالوان ولما هرجعلكو تاني هقولكو انا عملت ايه وخلاص كده انا ارتفعت بالسطور لحد ما وصلت للطول اللي انا عايزة تعالوا بقى اقولكو انا عملت ايه في السطور بتاعتي شايفين انا اخر تزايد كنت واقفة عنده اللي هو كان 8 اعمدة انا مزودتش عن التزايد ده فضلت برضو سبت على 8 اعمدة لحد اخر القطعة اما بالنسبة للصدفة فهي سبتة ما فيهاش اي تغيير من بداية القطعة لنهاية عمودين سلسلتين عمودين وبس كده نيجي بقى للجزء بتاع التزين انا استخدمت اللون ده اللي استخدمته في الاطراف اللون النبيتي عملت منه فيونكا كده بسيطة للتزين انا عشان اعمل فيونكا دي استخدمت نفس الابرة اللي استخدمتها في الشغل بتاعي ابرة مقاس 3.5 كل اللي عملت ان انا عملت سطور من غرز الحشو سطور رايح جاي هي سهلة جدا طبعا سطور لحد ما بوصل للطول اللي انا عايزاه وبعد كده بطبق الفيونكا واشوفها هي المقاس المطلوب او ازود او اناقص منه شوية وطبعا السمك بتاعي الخيط بتاعي هو اللي بتحكم في عدد الغرز وعدد السطور اللي برتفع بها انا سبتها كده في الجانب وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا قطعة بسيطة وجميلة اتمنى انكم تنفذوها والحد ما نتقابل في فيديو جديد هسبكم فرعاية اللي اشتركوا في القناة